دينا شرف هتعمل لقاء مع المهندسة هند علي المهندسة هند هي معاون رئيس جهاز العالمين الجديدة هتكلمنا عن حركة الإسكان الجديدة المقدمة من الدولة لكل الموطنين واللي متاحها للحجز عبر شبكة الإنترنت خلينا نروح سريعاً لدينا شرف صباح الخير يا هبة صباح الخير يا مصطفى صباح السعادة والتفقل على كل مصيم في كل مكان من مدينة العالمين الجديدة المدينة تحولت من مدينة الغام إلى مدينة للأحلام إنجازات وتحديات كبيرة في مدينة العالمين الجديدة على طريق العالمين الجديدة في طبعاً منطقة سكنية كبيرة جداً بترعي كل كافة فئات المجتمع ناس كتيت بتروج إن المدينة العالمين الجديدة هي مدينة الأغنياء فقط ولكن ده غير صحيح لأن احنا عندنا جميع أنواع السكن هنا في مدينة العالمين في السكن المتميز المتوسط وكمان ايضا في الابراج الشاطئية ومنطقة للفلاد هنتحدث عنها بالتفصيل معنا على الهواء مباشرة المهندسة هند علي معاون رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة صباح الخير يا فندم خير يا فندم اهلا بيك اهلا بيك ورحب بيك حابين نطمن من حديك يعني ونقولك كده يعني بنشكرك جدا جدا على المجهود الجبار اللي بتقوم بيه في مدينة العالمين الجديدة وكمان ان انتم بتقدروا يعني حولتوا فعلا ارض زي ارض العالمين من مدينة الاغام الى مدينة لمدينة حقيقية وكمان هي ذاتها تقنيات عالية جدا ومدينة ذكية بكل شيء مضبوط يا فندم زي ما حضرتك كده اتكلمتي ان الى جانب ان المدينة بتتميز بموقع متميز جدا بيتمتع طبعا بكل المقاومات الطبعية والمناخية الخلابة كل ده خلاها مدينة سياحية ساحلية بتجذب كتير من الاستثمارات على الجانب الاخر في جهود برزة جدا من الدولة بان مدينة العالمين تكون نوال التطوير والتنمية العمرانية في منطقة السحل الشمالي الغربي كله وفك طبعا الارتباط يعني احنا طول الوقت مستمرين على العمل على ان احنا نفك الارتباط اللي دايما موجود بين فكرة ان المكان او منطقة السحل الشمالي الغربي يكون منطقة مصيفية وبتقتصر على فئات معينة من الناس او العكس ان لا احنا بنقول ان احنا عندنا مدينة متكاملة فيها تكامل بين كل الانشطة وبتستوعب كل المستويات وكل فئات المجتمع بداية بقى من جميع طبعا انماط الاسكان احنا بنشتغل على اكتر من 38 الف واحدة سكنية انت تخيالي كمية النمازج المختلفة في التصميم في المساحات حتى المطلات بتاعتها بدأنا بمشروع الاسكان المتميز حانين انقسم بس المدينة العالمين لان الناس كذين ما تعرفش انها في منطقة شمالية وفي منطقة جنوبية هنبدأ محديك مع المنطقة الشمالية اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي وتحدثينا كده عن المشايع الاسكان اللي موجودة فيها تمامي فاندم احنا عندنا في المنطقة الشمالية بنشتغل على اكتر من مشروع واكتر من نموذج اسكان عندنا الحي اللاتيني وده في اكتر من 256 كلاستر سكني عندي كمان الكمبوند سكني وده بيدوم اكتر من نموذج اسكان شليهات فيلات وحدات مصيفية مختلفة عندي مشروع الابراج الشاطئية وده فيه 18 برج سكني فيه كمان وحدات ادارية بيدوم طبعا مجموعة كبيرة من الوحدات الادارية والتجارية عندي خمس ابراج تحت التنفيذ حالية نسبة الانجاز اللي فيهم تكاد توصل 70 في المية فيهم طبعا برج متميز جدا وبيعتبر برج مختص بالوحدات الفندقية ده بالنسبة للمنطقة الشاطئية المنطقة الجنوبية استكمالا بقى فيه كمان فيه خمس الابراج اللي هو المارينة بالزبط كده ابراج مارينة طبعا فيه برج فيهم وحدات فندقية فقط يعني عندي كمان المنطقة الجنوبية فيها طبعا اكتر من نمط المشاريع فيها مشروع الاسكان المتميز مشروع سكن مصر عندي مشروع سكن كل المصريين وده بدأنا فيه بحوالي 1992 وحدة تحت الانشاء وصلنا نسبة انجاز اكتر من 30 في المية اجمالي عدد الوحدات للاسكان المتوسط والمتميز وسكن لكل مصر اقول لحضرتك الاسكان المتميز 1920 وحدة متضمنة طبعا وحدات مقصمة لمحلات تجارية فيه سكن مصر اربعة تلاف ستة وتسعين واحدة عندي كمان سكن كل المصريين 1992 وحدة عدد كبير قوي من وحدات تستوعب عدد كبير من المصريين اللي هم حق زي ما بنقول كده ان هما يكونوا في كل المدن حتى لو مدينة العالمين هي مدينة داكية ومدينة يمكن من المدن الجيل الرابع لكن وماليهم مكان فيه مزاي ما بيتم الترويج ليه طيب حدك قلتلي كمان فيه في الداونتاون اللي هي منطقة الجنوبية فيه ابراج اخرى مظبوط يا فندم عندنا ابراج الابراج اللي بتنفذها الشركة الصينية دول بعدد خمس ابراج اربع ابراج سكنية وبرج ايكوني بيوصل ارتفاعه لمتين وخمسين متر يعني ممكن يكون مكون من حوالي تمانية وستين طابق فيه كمان كريستال لاجون موجود في المنطقة والمنطقة دي ان شاء الله هيكون يعني مستهدف لها ان هي تكون يعني منطقة جاذبة جدا للاستثمار ان شاء الله على المستوى القريب يعني باذن الله العمل هنا على قدم وصاق زي ما بتقول وفرنا فرص عمل كثيرة جدا في مدينة العالمين الجديدة تعيبا كم فرصة عمل؟ والله يا فندم احنا يمكن نقول اكتر من مئة الفرصة عمل مختلفة اه مختلفة في كل المجالات بنقول دايما ان احنا مدينة العالمين هي مدينة ذكية ومن مدن الجيل الرابع ازاي هي كمان مدينة صديقة للبيئة او ازاي تقنياتها بتكون عالية جدا ومدينة اه يعني زي ما بتقول كده مستدامة بوسي فندم هي رؤية رؤية الدولة والجهود طبعا اللي كانت مبزولة والقيادة السياسية كانت واضحة جدا في ان المدينة اه تكون اه زي ما قلت لحضرتك في البداية يكون متكاملة متكامل فيها كل الانشطة علشان تقدر تكون مدينة زكية مدينة زكية ما ينفعش انها تكون مقتصرة على فئة واحدة او نشاط واحد بالنسبة لله اه للحاجات اللي احنا هنستخدمها طبعا بتوفر او بتعزز جودة الحياة اه بشكل كبير جدا عن طريق ادارتها الزكية ادارة زكية يعني مرأبة اه طول الوقت للمعدلات الاستهلاك سواء كان استهلاك الطاقة كهرباء استهلاك الميا كل ده بيخليني اقدر اجمع بيانات وابتدي احلل البيانات دي بعد كده عشان لو في اي مشكلة واجهتني على طول بارفحها للسلطات السلطة المختصة لتحديد الحل طبعا طبعا يعني زي ادارة ازامات بالزبط كده بالزبط احنا كامنا يمكن على المناطق السكنية هل هناك في برضو هيكون مناطق خاصة بالخدمات والاسواق كده متوفرة هنا في مدينة العالمية طبعا يا فندم علشان طبعا الابي احتياجات السكان حتى والرواد لازم اكون موفرة خدمات بشكل كبير جدا على كل المستويات يعني يقدر اي ساكن في المدينة او اي رائد سوري زائر في المدينة يقدر يستفيد من الخدمات دي سواء كانت خدمات مستدامة او خدمات حكومية يعني على مستوى مثلا شهر عقاري مثلا خدمة حكومية موجودة ومتوفرة في المدينة اي خدمة تانية الحمد لله احنا بنحاول نوفرها وشغالين عليها كويس جدا طيب في ناس بتحب الهدوء والرفاهية زي ما بنقول في منطقة خاصة للفلات هنا منطقة دي مميزة جدا مسمى الحي اللاتيني صحيح؟ مظبوط يا فنديم هو الحي اللاتيني الحقيقة هو عمرات سكنية المنطقة المخصصة او بنفس فيها فيلات سكنية هو الكمباوند السكني مازارين ده كده الاسم التسويقي بتاعه من قبل شركة التسويق ساتي ايدج المشروع مقام على مساحة 707 فدان متوفر فيه انماط كتيرة جدا او نمازج كتيرة جدا للوحدات السكنية فيه شليهات وفيه فيلات وفيه وحدات عادية وحدات في عمرات وحدات تجارية طبعا وحدات ادارية يعني تأيبا هي مدينة مقسمة لجميع فئات المجتمع يعني فيه منطقة للفلات ومنطقة الابراج الشاطئية وايضا كمان اسكان المتوسط والمتميز وسكن لكل المصريين مظبوط يا فنديم هي فعلا المدينة بتستوعب كافة الشرائح وبتخاطب كل فئات المجتمع أنا بشكرك شكرا جزيلا لوارتينا بش مهندسة هيندي علي معاون رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة وبنشكركم على المجهود الجبار اللي بتقوموا بيه ودايما كده يعني فيه تحديات كبيرة لكن انتوا قدوا قدود لان النجاح احلى كمان بشكرك شكرا